في توقف الكرة كانت تنفتحة بعد سبعة من فترة بتاعة سبعة وستين لحد تسعة وستين كان الكرة متوقفة تمام لكن الناشئين تحت واحد وعشرين سنة انما كنا بنلعب كان اهل وزمالك والسكة الحديد والفرقة دي انت فاكر الفرقة دي كويس؟ الفرقة دي؟ بتاعة النادي الاهل يا الشباب؟ انا فاكر مش الشباب تحت واحد وعشرين سنة اللي هي طلعت بعد كده وكلنا طلعنا مع بعض انا فاكر طبعا في كابتن مصطفى عبدو خليه في الاخر ده طبعا كابتن مصطفى عبدو كان فيه كابتن زيزو كابتن صفات عبدالحليم سمير حسن محمول يعني كان فيه لا وفيه نظار لو فيه تفتكر فيه العين اسم نظار نظار طبعا والسوبكي والسوبكي وكان معانا جونس مساعد لو تفتكر مزبور وجونس مماجد وكان بكرة يتبرد سعد عزب وكان فيه جيل وكابتن مصر كابتن عدل عزيز يعني كان فيه ناس كتير قوي في هذا الجيل وصفت وزيزو وكان فيه كان فرقة فرقة فعلا كتيرة جدا في هذا الفرق وبدأين نضم علينا بعد كده الحطيب ومصطفى يونس الحطيب ومصطفى يونس وكان منا بعد كده هل وانت في الجزئية الحتة الحتة بتاعة واحد وعشرين سنة ديت لما بدأ بقى ايه بقى فيه نضوج للكابتن فتح مبروك انه خلاص بقى في الحتة دي ولعبت اول ماتش اللي هو بتاع دوميات دوميات دوري خمسة اتنين وجيه ده الموسم الموسم ده خلص على كده نادل عالي ما خدش فيه بطولة اللي خدت المحلة تقريبا اه كانت هالي من الحل المحلة اه جيه بعد كده بقى وش السعد ده مش عليك انت بس ده علينا كلنا مستر هيدوكوتي تعاملت معاه ازاي وقاول ما شافك قالك ايه او انت كنت متخيل ايه معاه لان بعد الناس قالت انه مستر هيدوكوتي جيه هو فيه ناس كتيرة جدا بطلت يعني هو فضل شاف الناس كلها شاف الناس كلها اه وبعد كده جيه فترة من فترات قالك ايه لا اهموا دول انا عايزهم وايه راح الكابتن صالح وكنت موجود ساعتها وقال له فيه لعيبة عندي لازم خلصة بالسلامة لازم تيمش ففي الفترة دي انت كنت عندك احيان انت ممكن تكمل باردتك والصلابة اللي عندك والجلد اللي كان عندك ده انا بقول جلد لان انا احيانا الكابتن فاتحي كان بشديني في التمرين يعني كانت المسأل بقى مكس مره اه بقى اجري تعال امش عارفينه واسبرينتات لحد المرجنية دي تولع بعد التمرين كمان وبعد التمرين لا ما اقوله ده اجري التمرين كمان انت كان عندك احساس في الوقت ده انك حتكمل مع مستر هيدونجي اه كان عندي الاحساس اه كان عندي الاحساس لاني زي مرتلك مثبت الله عنك عزيب لشي ندتك مؤشر دتك مؤشر حتى انت اول انضمامك لندتك مؤشر اما جاه اما جاه اه يعني برضو انا من الحاجات اللي بتبقى عندي كويسة يا كابتن مصطفى ان انا لازم اثبت لأي حد ان انا عندي ما ابدأ بمشي علي ارادة بقى كابتن فتح وارجلن ارادة وكله لقيت نفسك اساسي في الفريق اللي هو الجيل الزهبي ده فترة من فترة كده الواحد ساعات ايه يعني بعد ما يبقى موجود في التيم بيلعب اساسي وبتاع الكلام ده في بيجيلك احساس مثلا زي ايه يعني ادي مثلا الصورة دي كابتن فتح فاكر الصورة دي انت مش فيها اه بس ده جيل الزهبي فيها عندنا فيها امين بيشعير اهوت والكابتن عالو زهور والكابتن عالو زهور وكابتن مروان وكابتن شربيني وكابتن سامير زاهر راح نطلع عليها وكابتن ابو غيدا فوقية اهو وكابتن طه اسماعيل احنا بلنا احنا اللي احنا عارفينهم ولا فيه نجوم فيه نجوم كتيرة جدا موجودة في الجيل الزهبي ده والكابتن عصامة هو كابتن عصامة كابتن مروان كابتن مروان ربنا اديله الصحة والله رحمه عبدالبقال واقف هناك اهو كابتن مروان لحد الوقت ما شاء الله الحمد لله ربنا اديله الصحة بيجي النادي بيجي النادي اه بيجي النادي احنا بنتفع معه عشان عاوزين نجي نعمل مع حكاية من حكاية البرنامج لا لا بيجي النادي ما شاء الله الحمد لله بعد ما لعبت في الفريق الأول مع مستر هيدوكوتي قلت تلعب أساسي ما حسيتش في وقت من الأوقات أنك بقى خلاص يعني أنا عندك الراحة أن أنا بقيت أساسي وكلامنا كله ما فيش زعب أشد في التمرين ولا بش عارف فيه لا ده أنا أساسي هلعب على طول؟ لا لا أبدا أبدا بدليل والله يا كابتون صالب أولاك ممتصر بدليل أن مستر هيدوكوتي مرة جي في حديث تلفزيوني في حديث تلفزيوني وسألوه مين أحسن لعيب عندك؟ تفتكر في هذا الجيل قال مين؟ قال فتح مبروك قال فتح مبروك والله أنا فاكر كويس المقولة بتاعك كنت بتنفذ له كل حاجة كنت بتنفذ له كل حاجة وعارف روحي وعارف أدائي وعارف إمكانياتي فقال لك أن أحسن لعيب عندي فتح مبروك اللي هو دائما محافظ على مستوى ومستوى دائما مرتفع مستوى دائما بيرتفع ذكراتك إيه مع مستر هيدوكوتي؟ لأ ذكراتي مرة كان عندي برد جامد قوي أنا فاكر كويس قوي كان عندي برد جامد قوي وجيت وهو حتى يمكن قابلني وقال لي النهاردة ما تنزلش الملعب قال لي النهاردة ما تنزلش الملعب خليته نزل الملعب روح تلابس وروح تنازل روح عمل كده عيده على وشه انت مجنون بالزبط والله العزيم يا كاتب وصنف الجيل انت مجنون بالزبط بالعربي انت مجنون فقلت له لأ أنا لازم أتمرن وسابني وكملت التمرين وكل حالي عصانة ليه واقعة كنت تفتكرها قبل ماتشت رسالة وكنت سنة 78 واخد أحسن لعيب في مصر وعلى مستوى أفريقيا فجيت بعد الماتش بتاع تونس وننجيريا ونجيري اه لقد أصفات كس العالم فجيت بعد كده احنا ماكملناش طبعا في كاس العالم فرجعنا على الناد التاني كان عندنا ماتش السكة الحديد وعندنا ماتش الترسانة فانا جاي بقى بتبرد عليه بتدل عليه بقول له مستر دكوتي أنا عندي فاسوسة صغيرة في وش رجلية هز دماغه وكده ما اتكلمنيش خالص نزلت التمرين يعني وحاجازة كده وطلقت بعد كده عملت المسائج وبتاعه وحرقت تاني يوم نكون هلعب السكة الحديدة قبلها تاني يوم رحت النادي بهزر معا بيهزر معايا عادي جدا بقول حاجة وبيضحك مفيش اي مشكلة عمل تراي ماتش بتاع قبل الماتش قبل الماتش لقيت نفسي بره الفرقة الاساسية عشان فاسوسة اه ما اصلا بس فعدت هتحك وفي ايه قلت لا وبيلعبني يعني طب ماشي فقال لي انت هتجيب معاك لبسك كامل وحنا راحين كن ماتش سكة حالي بقى في الاستاد الساعة ثلاثة الاربع ولم نلعب بتاع تروح كان فيه فعزي فروحت عاكبت المفاتحي وأنا داخل بقى وأكاول الشورت وملمع الشوز وبتاعه وداخل لقيت نفسي بره الثمانتاشر فتجننت فبصلي كده وهو ضحك لما لقى عندي بقى حاجة نمتاعه هو شافني وأنا في التمرين جينا الماتش بتاع الترسانة الماتش احنا كنا بنلعب الجمعة عدى لحد يوم لتنين ولقاني بفرق عارفت عني بفرق وبصح سبرينتات لوحده وهم يطلعوا وأنا اطلع اعمل أفرات واعمل بش عارف ايه واشوت والكلام ده كله ايه وعا تاني مرة تقول لي فيه فاسروس لو رجلي مكتورة ما عشا اقول له ده كان هيدي كوتي لا ما هو كان راح مطلع لي كان دمه خفيف جدا وكان بيفهم كواس جدا وعنده زكاء من الناس اللي دخلت زكاء زكاء بقولك ده أنا بقولك لكن منزلت له أنا عندي برد قلت له خلاص أنا هسترقيا نزل ملعب لقان اتا مجنون واحد يعملي كده على الراس انا عارف انت تحب التمرين اهو كده تعشق التمرين ومبامة نفسك في التمرين زي ايه لما هيدي كوتي جي وقال بدأنا نتمرن معاه احنا كنا نتمرن مرة واحدة في اليوم وساعات كان اربعة ايام في الاسبوع او خمس ايام جي هيدي كوتي فاجئنا ان احنا يوميا متمرن صبح صحو بعده وبعده الظهر عملنا الصراحة في النادي واقعدنا فيها والكلام دا كله انت تعودت على التمرين بتاعي دي كوتي صبحوا بعض الدهر اه تعودت اه انت فاكر افكرك بحاجة يمكن لو تفتكير ايام دي كوتي راح نطلع عليه اه فاكر اما كنا بنعمل كروس كونتر في اه في مركز العدش في التراك الخيل اه كان كام لفها كابتن فتح لا احنا كنا بنعمل تقريبا كتنة وشطة وكنا دائما عندنا بقى زكاء والكابتن احمد ماهر كنا عندنا زكاء نوشطة بالذات في ناس كانت ايه غوية بقى ان هي تطلع في الاول وكلام من دا فانوشطة كنا بنتأخر شوي بس في اخر لفتين تلاتة تلاقي ما شاء الله حصنة تراك الخيل دا تلاقي في حصنة بتجري ما انا كنت بقى بقى وحمدي جمعة كمان ما هو وحمدي بقى مش عايز اقولك الاسم حمدي كان فاكر ان هو هيطلع الاول وكان دايما في الاول تدع عنده حماسه وبيجري ويه بقول الشطة سيبه سيبه خمس ست الفتى يتعب واحنا بس على مهلنا فاخر لفتنا وشطة بنطير شطة ما بيجريش شطة بينطة بينطة اه اه انا مرة شطة في الكروس كانتر دا بدأت بيني وبين شطة ما فيش اربع خمس هطوار فاقلت ايه اسيبه الاخر وعشان اشد معاه وعديه هتلاقيه ايه عضلات بطن ثابت اهه لقيت نفس جسمي بيسيب قلت لأ ندعي بقى الكلام دا كله فالكروس كانتر دا كان بتعمل كم مرة في الشهر يا كابتا تقريبا يعني فترات الاعداد كنا بنعمله ممكن مرة في الاسبوع مرة في الاسبوع كنا بنعمله